تتح سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر مجموعة ميتسو بيشي للصناعات الثقيلة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وزير النفط والبيئة عرب عن سعادته الكبيرة باستضافة هذه النوعية من المؤتمرات المتخصصة وأكدا حرص حكومة مملكة البحرين على استقطاب هذه الفعاليات النوعية لتحكس عمليات التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها بالتزامن مع مؤكبة أحدث المستجدات في مجال البيئة وحمايتها من مختلف الملوثات الصناعية التي تنتج من العمليات التشغيلية للمصانع هذا وقدم سعادة وزير النفط والبيئة الشكر والتقدير إلى شركة الخليج لصناعة البترو كيموية جبك لاستضافة هذه الفعالية البيئية بالتعاون مع شركة متسوبيشي للصناعات الثقيلة وإلى المتحدثين والدعمين وإلى كل من ساهم في هذا المؤتمر الذي يعتبر فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والدراسات في هذا الشأن تقنية حديثة تم عرضها في النسخة الثانية من مؤتمر مجموعة متسوبيشي للصناعات الثقيلة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون تتماشى مع الأهداف العالمية التي تتبنها مملكة البحرين للحد من الانبعاثات والوصول إلى الحياة الصفري استعرضت ونوقشت من قبل عدد من كبار المسؤولين والمهندسين والخبراء والمختصين في قطاعي الطاقة والبيئة من مختلف دول العالم للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدهمة العديد من الدول ومنها مملكة البحرين واليابان وضحت أهدافها العالمية في الوصول إلى الحياة الصفري والمساهمة الإيجابية في غضية الاحتباس الحراري وهدفنا الحفاظ على البيئة بشكل عام بطريقة مبتكرة نقاشات جدة ومواضيع هامة طرحت خلال هذا المؤتمر الذي يؤكد الحرص على تطويع التكنولوجيا وتطويع العناصر البشرية لمواكبة التغيرات العالمية والتأثير بها بطريقة إيجابية يتماشى هذا المؤتمر الهام والتقني مع رؤية مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري مع علول العام 2060 ويعتبر هذا المؤتمر من أحدث المؤتمرات التي تتنول قضية استقلاص ثاني يكسير الكربون وبناء على ذلك نحب أن نشارك بقية الشركات الصناعية في البحرين تعرف على هذه التقنيات وعرضها على المستخدمين الآخرين للاستفادة نحن نحاول خلق تكنولوجيا جديدة عالمية تناسب الجميع للحفاظ على البيئة ونستطيع تقديم التكنولوجيا التي أنشأناها والخبرة التي تزودنا بها للعملاء والشركات والتعاون لخلق خط جديد للحفاظ على البيئة سعيدين بوجودنا في المؤتمر اليوم خصوصا أن عندنا اهتمام شديد في المجال البيئي ونتطلع إلى عرض أوراق العمل التي تعرض نتائج الدراسات التي تطرح أساليب الوصول إلى الحياد الصفري خصوصا مع وجود توجهات المملكة في هذا الوقت للوصول إلى الحياد الصفري في سنة 2060 مملكة البحرين تؤكد التزامها العالمي بحماية البيئة بكل مبادرة نوعية من خلال تعزيز السياسات والمشاريع البيئية الطموحة للوصول إلى الأهداف البيئية المنشودة الموائمة مع الجهود العالمية للحد من الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري هذه المؤتمرات التخصصية تأزيل تعزيز القدرات والخبرات لدعم مبادرات مملكة البحرين في تخفيض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة لدعم سلسلة الجديدة من سلسلة الإنجازات للحفاظ على البيئة وحمايتها شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين